موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها ابتكار جهاز يمنع أزمات الربو جاء في تفاصيل الخبر قدمت شركة كورية في أسبوع التكنولوجيا الذي أقيم مؤخرا في دبي جهازا واقيا من أزمات الربو يمنع استنشاق السجائر وينقي الهواء في البيت من البكتيريا والغبار واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية فانكرياس صناعي يتصل بالهاتف الذكي لمتابعة سكر الدم نجح مجموعة من الباحثين في تجربة نظام ذكي لمحاكاة الفانكرياس يتصل بالهاتف الذكي وخلال أكثر من ستين ساعة من استخدام هذا النظام أظهر المشاركون الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول تحسينات كبيرة وفي خبر منوع من صحيفة النهار اللبنانية اثنى عشر الدولار ثمنوا سيجار تشيرتشيل اشترى جامع مقتنيات أمريكي سيجارا دخنه رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشيرتشيل باثنى عشر ألف دولار أمريكي بمزاد علني أقيم في مدينة بوستن الأمريكية ودخن تشيرتشيل جزءا من هذا السيجار في مطار باريس في عام الف وتسعمائة وسبعة وأربعين واحتفظ بباقي السيجار طيار بريطاني سابق كان مسؤولا عن نقله في طائرته من باريس وإليها إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جوجل تطرح تطبيقا جديدا يمنح المستخدمين أموالا أطلقت شركة خدمات الانترنت العملاقة جوجل تطبيقا جديدا باسم جوجل أوبينيون ريواردز أو مكافآت جوجل للرأي ويمتيح التطبيق الجديد للمستخدمين الاشتراك في الاستبيانات التي تجريها الشركات المختلفة مقابل حصولهم على عائد مادية ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية دوقة كامبرج تستعد الأطفال بالرقص مع الذب باندينغتون أسعدت الأميرة كيت دوقة كامبرج الأطفال برقصها مع الذب باندينغتون مواصلة مهمها رسميا بعد تعافيها من متعب الحمل وحضرت كيت برفقة زوجها وشقيقه الأمير هاري إلى محطة باندينغتون للسكاك الحديدية في لندن حيث التقوا بأطفال من جماعيات خيرية ينعمونها نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك اشتركوا في القناة